بالخصوص العملية أولاً أنا أخاطب المرجعية الدينية بالنجف الأشرف الشيخ مهدي الكربلاء هذا والد الشهيد أنا أريد من شاربك المستشفى الكفيل أن تتكفلون بعلاجه بعد مناشدة لطلب العلاج تقدم بها عبر برنامج من بغداد الذي تعرضه قناة التغيير أعلنت العتبة الحسينية تكفلها بعلاج المواطن عادل ياسين حاتم من مدينة تكريد بمحافظة صلاح الدين والد شهيد قتلته عصابات داعش الإرهابية وأجريت له فحوصات مختبرية وإشعاعية تمهيد لإجراء عملية جراحية له ممثل المرجعية ومتولي العتبة الحسينية عبد المهدي الكربلاء تواصل عبر المعنيين في قناة التغيير الفضائية للاطناع على حالة المواطن المرضية حيث أوعز بعلاجه في مستشفيات العتبة حالة المواطن عادل حاجم تشير إلى معاناة الضحايا في العراق ضحايا الحرب مع داعش الإرهاب وضحايا أحداث كثيرة وأزمات سقطت على رؤوس الناس دون اهتمام حكومي أو حلول بعيدة أو قريبة تنهي فصول الكارثة التي لا تؤثر سوى على الطبقة الفقيرة والتي لا حزب لها أو معين